وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى وهو الخالق للإنسان والخالق لهذه الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها كان لابد أن يكون هناك منهج واضح ما بين يعني يمكن في تحريم الخمر على سبيل المثال والخمر حرمت في أكثر من آية بداية من قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع على الناس طبعا كلمة منافع للناس كان العرب برضو كان فيهم صفة حميدة وهي أن مال الميسر كانوا ينفقونه على الفقراء فكلمة منافع كان فيها وكان الخمر بها تجارة فيها مكاسب للتجار لكن انتهى الأمر بأن الله سبحانه وتعالى فاشتنبوه عنها تماما التعامل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فيجتنبوه لعلكم تفلحون وانتهى هذا الأمر يعني كون الإنسان عقله يعني الإنسان بين عقل وفترة بين عقل وفترة فإذا سمت فترته فهو في مرتبة أعلى من الملائكة ذلك أن الملائكة عقل بلا شهو وإذا تدنت فترته وانتهت وغالبت شهوته على فترته فهو في مرتبة أدنى من الحيوان لأن الحيوان شهوة بلا عقل ولا تفكير فالعقل وسمي العقل عقل لأنه الميزان هو الذي يعني كالليام الذي يربط الأشياء لكن الفترة التي فطر الله الناس عليها هي فترة الدين نفسها وهي الفترة يعني والأخلاق شيئين شيء موجود داخل الإنسان وهو ينميه هو شيء مكتسب والمكتسب ده مكتسب من الطبيعة التي يعيش فيها أو من الأشياء التي تردوا عليه من دين وأخلاق وفلسفة وهكذا فكون أن يكون هناك أن الإنسان يكون هواه هو الذي يسيطر عليه هي دي بتدعو في الآخر إلى انفلات خلقي كامل لا طائرة منه ولا ضابط له عظيم شكرا للمشاهدة